اشتركوا في القناة المعسكر الصيفية يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد وترجمة لرغبة سموه بقيام الأكاديمية الملكية للشرطة بتنفيذ برنامج صيفي يعنى بإعداد الشباب وتدريبهم وتنمية الحس الوطني لديهم وتشجيعهم على العمل التطوعي كما أعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية لحرصه واهتمامه البالغين لإنجاح فعاليات المعسكر الصيفي وتوفير كافة أشكال الدعم اللازمة بما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة في إطار حماية الناشئة وتوجيههم لما فيه مصلحة المجتمع وأشار إلى أن المعسكر الصيفي يعد إحدى الآليات التنفيذية التي تسهم في تفعيل مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا بما من شأنه تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة وأضاف بأن المعسكر الصيفي يسعى إلى تحقيق أهداف نوعية من شأنها خدمة الفرد والمجتمع وذلك من خلال تحصين النشأ والحد من الانحراف والجريمة بالإضافة إلى تعزيز الأمن الفكري والمجتمعي وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره للأكاديمية الملكية للشرطة وصندوق العمل تمكين على جهوده لإنجاح فعاليات المعسكر الصيفي وتقديم أفضل البرامج والفعاليات التي تسهم في تطوير فكر ومستوى المشاركين